الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله صراج الدين رضي الله عنه ما الأركان والأصول التي لا بد منها في الإيمان بالله تعالى؟ شواهد على ذلك المنهج القرآني ومنها المنطلق هدي القرآن الكريم إلى الإيمان بالله تعالى لقد جاء القرآن الكريم يهدي إلى الإيمان بالله تعالى وبالبينات والفرقان وقد دلت الآيات القرآنية على أن هناك أركاناً خمسة وأصولاً خمسة لابد منها في الإيمان بالله تعالى الأول الإيمان بأن الله تعالى هو حق أي واجب الوجود الثاني الإيمان بأنه سبحانه هو واحد أي لا شريك له الثالث الإيمان بأنه سبحانه متصف بالكمالات وله سبحانه الأسماء الحسنى على وصف لانتهاء له الرابع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء أي لا مشابهة بينه وبين المخلوقات الخامس الإيمان بأنه جميع ما سواه سبحانه إنما أوجده الله تعالى بإرادته وقدرته واختياره ومشيئته وقد جاءت الآيات القرآنية في تفصيل الكلام على تلك الأصول والأركان الخمسة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أذكر هنا طائفة منها والحمد لله رب العالمين